بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء طول ما احنا ماشيين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد علينا أنواره صلى الله عليه وسلم ويدلنا على الطريق نوصل إلى الله سبحانه وتعالى ونعيش بالسعادة وبالهنى ويا فرحة اللي يكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا على حضرة مولانا قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله فرحة عظيمة لكل اللي يمشي مع حضرة النبي ويمشي في نوره وتعالوا نمشي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وإزاي هو بيدلنا على أشياء تطيب القلوب وتوصلنا بالمحبوب سبحانه وتعالى في حديث من أعجب ومن أجمل ومن أحلى ومن ألطف ومن أنور أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البروي سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الحديث من أجل أحاديث رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الحديث لقبه العلماء بأنه نور قلوب المؤمنين هذا لأنهم عاشوا وذاقوا حلاوة تلك التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث لما سمى هذا الحديث بسيد الاستغفار والسبب إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سماها سيد الاستغفار على ما قاله العلماء إنه حديث جامع جامع لإيه؟ أنا بحب أقول إنه جامع مش بس لمعاني التوبة لكن جامع لكل أشكال التسكية جامع للتخلية وجامع للتحلية وجامع للتجلية شوفوا كده وبيقول إيه؟ ماذا؟ أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن تخلية أبوء لك بنعمتك عليه تحلية إلا حاصل فالإنسان بيتخلى وبيتحلى والاستغفار إيه هو؟ غير إن واحد يرى ذنبه فيطلب من الله أن يعفو عن هذا الذنب وماذا؟ ويحليه بالعبودية فشوف بقى التجل بقى وأنا على عهد كواعد كما استطعت يا سلام على الوصد وعلى الوصال بينه وبين ربنا يبقى الحديث دا عندي هو سيد الاستغفار لأنه يعلمنا أن الاستغفار ليس المراد منه الفرار من الذنب ولكن الاستغفار المراد منه التسكية والوصل بالرب ثاني سبحانه وتعالى يبقى الاستغفار ليس المقصود منه ماذا؟ ليس المقصود منه ماذا؟ الفرار من الذنب ولكن المقصود هو الوصال بالرب سبحانه وتعالى إن أنا أكون موصول بالله سبحانه وتعالى فأنا أستغفر لماذا؟ ليمحوا الذنبي؟ لا ليتجلى علي بأن يبشرني بأنني ما زلت على الوداد وأنني من العباد وأنني مكتوب في أهل الإسعاد لما سينظر إلي بالمداد فأكون في خير العباد الله ولذلك هو سيد الاستغفار ليه؟ لأنه أخذنا من الزنوب إلى حضرة المحبوب سبحانه وتعالى يبقى هو سيد الاستغفار لأنه أخذنا من الزنوب يأخذ بأيدينا من الزنوب إلى حضرة المحبوب ولا فكرة ومش عجيب أننا نشوف كلمة سيد وكأنه ماذا؟ هو سيد الاستغفار لكأنه يدخلنا على حضرة الغفار يدخلنا على السيد سبحانه وتعالى يما معنى سيد الاستغفار أنه هو إيه؟ يسود ويتقدم كل صيغ الاستغفار الأخرى في الفضيلة وفي الرتبة فعنحاول بسرعة أن احنا نتعامل مع هذا النور نقتبس منه من أنواره وعشان كده تعالوا نقول وهو بيقول لنا بسرعة خد هذه الصيغة واغسل بها قلبك عشان تدخل من زنوبك وخلينا نبص على فقرة فقرة من هذا الحديث وجملة جملة ونور ونور وبركة بركة من كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي في بداية الدعاء بيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يا سلام شوف كده إيه الفائدة اللي بعد ما أقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت هو ربي لماذا أقول لا إله إلا أنت ما ينفعش تدخل على الاستغفار وانت مش مذكر لقلبك بمعرفتك بالله لأن أنت لو ما عرفتش الله سبحانه وتعالى إزاي هتذهب وتستغفره اللهم أنت ربي وإلا حاصل إذا كنت ربي فلا إله إلا أنت يعني إيه أنا لن يمنعني زنبي من أن أدخل عليك أنت ربي الذي ربيتني على رحمتك وربيتني على ودادك وربيتني على أن تقبلني لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة ثم غفرت لك ولا أبالي يا الله رب رب كريم ودود رحيم صاحب الجود سبحانه وتعالى اللهم أنت ربي شوف الكلام اللهم أنت ربي فإن لحاصل أنت الذي ربيتني فلولا أنك ربيتني على أن أعود إليك لخفت منك ولكنك أنت الذي علمتني كيف أتجاوز ذنبي وأقبل على ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ولأنك ربيتني على نعمتك وربيتني فلا إله إلا أنت وده بيعلمنا أن احنا نمشي في السنة سنة إيه؟ السنة اللي علمتنا الفتحة علمتنا لقرآن الكريم أن احنا لما نبدأ وندخل في الدعاء نعمل إيه؟ نبدأ بالسناء على الله سبحانه وتعالى ودائما كده لما ندعو الله سبحانه وتعالى لازم نقدم إيه؟ نقدم السناء بين يدي الطلب وده بيسموه إيه؟ براعة المطلب أن أنت إيه؟ لما تيجي تطلب حاجة إيه اللي حاصل؟ ها؟ تبدأ بإيه؟ بالثناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينه أو شفت طلب جيفين؟ إهدينه الصراط المستقيم في الآخر عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن رب العزة من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين فدائما نتعلم أننا نسني على الله سبحانه وتعالى وساعة ما نسني على الله سبحانه وتعالى نسيب قلوبنا تستشعر فضل الله علينا عشان نتفتح باب أمل في قلوبنا أصل أنت لما تسني على الله تعرف نعمة ربنا عليك وتفتكر أنه إيه؟ أنعم عليك وساعتها بقى هتشوف بقى إيه؟ هتشوف بقى الفقرة الثانية الجملة الثانية من هذا السيد سيد الاستغفار إيه الجملة الثانية بتقول إيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك الله شوف هذه الخصوصية خصوصية أنني خلقتك أنني ملكك أن أمري بيدك فلزيك وإيه؟ خلقتني ثم ماذا؟ ثم أهملتني ثم تركتني لا خلقتني وأنا عبدك هنا بقى الموطن ده لازم نفهم يعني إيه خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا مغموس في نعمة العبودية هي العبودية نعمة؟ بعض الناس فكرين أن العبودية ده فضل من العباد أبدا العبودية ده نعمة فضل من الله لأن العبد لما بيكون عبد بيبقى أمره كله على سيده وعشان كده إيه اللي حاصل؟ مش هتقدر تفهم إيه اللي خلى؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني آه نعمة وأنا عبدك نعمة فسعيتها أفهم أن أنا إيه؟ فين بقى النعمة وأنا عبدك؟ أنا بقول أن أنا أسيرك لا 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 ما تفهمش أن العبودية أسر العبودية فضل من الله كونك أنت دخلت تحت العبودية أنت كده ربنا تفضل عليك ليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ شوف ربنا تفضل عليك بإيه؟ أنه يكفيك الله لطيف بعباده ربنا لطيف بيك وعشان كده هتبقى في الكفاية الربانية وكمان مش هتبقى في أسر في الكفاية الربانية كمان تبقى تحت ظل ألطافه تبقى مغمور بألطافه الله لطيف بعباده ده يا وده فيه شرف أكتب من كده فيه فضل أكتب من كده الناس عندما ينظرون إلى العبودية ينظرون إلى وجه الأسر ولا ينظرون إلى وجه البشر والكرم والجود اللي ربنا سبحانه وتعالى بشرهم به لما قال أليس الله بكاف عبده؟ يبقى أنت لازم تفهم ده ويتتنبه لده ساعتها لما تتنبه هتنشد مع المنشد وتقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصر يارت أحمد لي النبي يا الله دخولي تحت قولك يا عبادي الله وعشان كده خلقتني وأنا عبدك تقولها كده وإنت مفتخر بهذه النعمة مفتخر بهذا الود وليس معنى مفتخر أن أنت تحس بأن أنت صاحب لا أنت المرعي أنت الذي نظر الله إليك كل ده موجود تحت إيه؟ تحت معنى خلقتني وأنا عبدك علشان تفهم أن مجرد المعصية ما بتخرجكش من تحت عبوضيهك لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى كما أنت بيفكرك أن ربنا هيتولى أمرك لأنه خلقك سبحانه وتعالى وبعد ذلك ندخل بقى خلاص خلقتني وأنا عبدك ولذلك هذا المدد الذي أمدت جعلتني فيه وأمدتني به سأستعين بها على ماذا وأنا على عهدك وأعدك ما استطعت خلاص بهذا المدد أسير في هذه الحياة والعهد هنا يكون مقصود العهد لربنا سبحانه وتعالى أخذوا على الخلائق لما سألهم وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى أما الوعد فاللحظة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في أحاديث كثيرة منها أنه سبحانه وتعالى أنه من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترضه الله عليه أن يدخله الجنة فلا يحفظ العهد وهيناء للوعد تخيل العهد أنك تفضل على طول أن ربنا سبحانه وتعالى موجود وتفضل في حضرة مولاك على طول يبقى كل اللي فده من السناء والطلب هنا هيبقى هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربنا بقى إيه فيقول بقى يعيبتد بقى أن ندخل بقى على الطلب أعوذ بك من شر ما صنعت وكأنه يقول اللهم أعزني مما أصنع اللهم أعزني مني وكأنه يقول لي يا ملك كلي فأسألك أن تحفظني مني يا ملك كلي أسألك أن تحفظني مني أول حاجة يتبرع بي منها الإنسان هو حول قوته ويقول لربنا يا رب أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت من شر ما أدلتني عليه نفس الأمورة بالسوء وبعدها على طول هيعترف أن الخير اللي هو فيه كله من نعم الله سبحانه وتعالى أبقى لك بنعمتك عليه يبقى يعترف أن الله سبحانه وتعالى أنه غريق النعم يا أنت شعر أنك غريق النعم أن كل النعم اللي أنت فيها ملكي لله سبحانه وتعالى من الله وإلى الله ربي هي منك أنت وحدك فأنت بتقول ربنا إيه يا رب الشر أنا اللي عملته وأعوذ به وأعوذ بك منه وأما الخير فمنك وأنا اعترفت بها وده يحصل فيه تجل واضح ويحصل فيه فهم الحديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك والشر ليس إليك علشان كده يجي الجزء التاني من الحديث بقى أبوء بذنبي يعني أنا يا رب معترف أن أنا أسأت الأدب معك وأنت عطيتني وأنا قبلت هذه العطية بسوء الأدب والذنوب فأنا أعترف أني أسأت لكن نعمك يا ربنا لابد أنها تقابل بالشكر فإذا أسأت الأدب فأنا آتي لأعترف بسوء أدبي طيب أنا عايز إيه بقى تيجي بقى آخر فقرة في الحديث وكأن كل اللي فات كان سناء عن الله ومقدمة علشان نطلب منه الطلب المهم ده وهو المغفرة لأن الحديث سماها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه سيد الاستغفار فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن نقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا هو أنا أروح لمين وما ليش حد غيرك يقبلني على أوحالي ويغسل حالي ويأخذني إليك إلا أنت وعشان كده الله سبحانه وتعالى إذا لم ترحمني ولم تغفر لي فمن الذي يساعدني هنا نتعلم بقى حاجة مهمة في حياتنا سيد الاستغفار بيعلمهن اللي عايز يغير حياته لازم يعمل شوية حاجات أول حاجة عايز تغير حياتك لازم لا ترضى عن نفسك لأن أصل كل بلية وأصل كل معصية الرضا عن النفس معنى الرضا عن نفس يعني إيه؟ يعني أنا خلاص أنا عملت العلية لا ما فيش حاس ما عملت العلية أنت دائما تسعى إلى الله من أتاني يمشي أتيته هارولا أنت دائما تسير إلى الله إني ذاهب إلى ربي سيهديد أنت تقبل على الله دائما ما فيش حاس ما إيه؟ أنا عملت العلية على طول عليك أن تقبل على الله مش معنى كده أن أنت تشق على نفسك لكن معنى كده أن أنت تستمر الله سبحانه وتعالى يحب المعامل لأدوامه وإنقل يبقى تداوم يبقى أول حاجة تداوم تاني حاجة على طول بيعلمنا سيد الاستغفار حاجة مهمة جدا أن أنت تعرف أن أنت غريق للمدد دائما أنت في النعم فما حدش يقول أنا مش قادر لا مدد ربنا ونعمة ربنا عاد ساعدك تالت حاجة بيعلمنا سيد الاستغفار أن الله يسمعني وأن الله معايا وأن كل شيء مهما كانت أو حالي الله سبحانه وتعالى سيغيره حالي آخر حاجة بيعلمنا سيد الاستغفار أننا نتعلم دائما أن يكون قلبي موصول بالغفار وأن يكون عندي وصل ويكون سري بيني وبين ربنا أدعوه عشان يخفر لي ويفضل السري ده لا ينقطع بيني وبين الله سيد الاستغفار معلم سيد الاستغفار سيد الأساتذة سيد المعلمين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ذاقوا ونهلوا من أنوار حضرة النبي ويجعل سيد الاستغفار مفتاحا لقلوبنا دائما على حضرة ربنا يا رب العالمين اقبر استغفارنا واجعلنا من أهل الوصال على كل حال يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر